ولا عاق يادها راعي السبوك عيشي فرحا وناموس وراعي الرديا بيتشا وجهدها راعي السبوك عيشي فرحا وناموس وراعي الرديا بيتشا وجهدها بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفظ الكريم أيها المشاهدون الأعزاء لا زالت الانطلاقات متواصلة وهنا الانطلاق الختامي لهذا الصباح صباح التحدي ولكن ليست الختامية لهذا السباق الختام بإذن الله سوف يكون مساء مع أشواط الحيل والموعد مع أشواط الحيل بإذن الله بعد صلاة العصر ومع الشلفة الذهبية والشلفة الفضلية لأبناء الغبائل والشلفة الذهبية سوف تكون لأصحاب السبو والشيوخ هنا انطلاقة التنايب كار لأبناء الغبائل وأيضا لا يقل أهمية عن الشوط الماضي لما لهذا الشوط أيضا من أهمية لأبناء الغبائل ومع أيضا المسافة الثمانية كيلومترات وجميع أيضا المشاركات في هذا الشوط لها تقلها في هذا الميدان وفي جميع دول المجلس التعاون هنا أرى من صعب هذا الشوط يصل إلى 19 بكرة مشاركة وجميعها تأهلت في الشوط الرئيسي أو بالأصح في الأشواط الرئيسية في دول مجلس التعاون سواء في الكساد أم في الأشواط الرئيسية في الدلات الذهبية أو في الكؤوس هنا وعلى المركز الأول أرى الشعار بن حمودة هو الذي يسيطر على المركز الأول وهي لهب لهب بالفعل هي من تسيطر تعود ملكيتها في هذه اللحظات أيها الحمد الكريم لهب المنطلقة في هذه اللحظات بالمركز الأول تعود ملكيتها للسيد أحمد بن قانم بن حمودة الظاهر إجابي من جفين المري هو من يقوم بعملية ترمير لهب وسبق وإن حلت وصيفة وفائزة بالمركز الثاني في الشوط الرئيسي بسباق سيدي سمو الأمير هنا لهب تتوه هجب الفعل تتوه هجب المركز الأول ولكن هناك الملاحقة من الشعلة الشعلة على المركز الثاني في هذه اللحظات هو صاحبة كأس التراية في ميدان الوثبة تتواجد في هذه اللحظات في المركز الثاني الشعلة للسيد طالح بن حمد بن قمر المري وحمد بن سالم بن جهويل في تضمير الشعلة نتمنى للجميع التوفيق المركز الثالث نصل ويصل النداء إلى المركز الثالث أيها الحمد الكريم لأرى هناك هناك الشاهنية السيد محمد بن قانم بن حمودة الظاهري وأيضا مع المضمر جابر بن جفين المري والمركز الرابع المركز الرابع هناك القدوم من حدث وحدث أيضا تحاول بكل جهد أن تحدث الإنجاز الأقوى في هذا السن هنا حدث عود مكية للسيد بن حمد بن زايد الخيارين وزايد بن سعيد بالأجبع الخيارين في التضمير تنتقل بهذه اللحظات إلى المركز الرابع والمركز الخامس ومع شعار بن دري شعار بن دري بهذه اللحظات يسيطر على المركز الخامس بهذه اللحظات جبارا للسيد محمد بن سالم بن دري الفلاحي هذه أيضا أيضا هنا جبارة أيها الحمد الكريم هي من فازت بالمركز الأول وبالشوط الرئيسي أيضا هناك في مدان السويس هذه الخمس المراكز أيها الحمد الكريم هو المنطلقة معانا أعدكم أيضا بأسماء لم يحن موعد دخولها فالمفاجئات أيضا كثيرة في هذه الأشواط لما تحمل من قوة أسماء شاهدنا في الشوط الماضي كانت أسياد متواجدة ولكن لم تصل إلى عالم الإدعاء أو التعليق إلا مع الستمائة متر الستمائة متر الأخيرة وفاجأتنا أسياد بالفعل وأثبتت بالفعل بأنها الأجدر والأقوى في الموسم الثاني على التوالي وفي أشواط التحدي هنا ومع هذا الشوط نشاهد لهب عندما عدنا إلى مقدمة هذا الشوط بأنها لا تزال هي من تقود الجموع بهذا الشوط وتقود المشاركات الخمسة كيلو مترات المتبقية على نهاية هذا الشوط لمسافة الثمانية كيلو مترات أمام أمام لهب الخمسة كيلو مترات التي تحاول أيضا جاهدة بأن تسيطر كل السيطرة على هذا المركز المركز الذي يبحث عنه الجميع لهب تعود مكية للسيد أحمد بن قانم بن حمودة الظاهري ومع المضمر أيضا المضمر السيد لا تزال لهب أيها الحمد الكريم على المركز الأول بهذه اللحظات لها بتعود مكية للسيد أحمد بن قانم بن حمودة الظاهري وجابر بن فين المري بالترمير وفي المركز الثاني هناك الشعلة وتعود مكية للسيد صالح بن حمد بن قمراء المري والتي أيضا تبحث عن الناموس تبحث عن الناموس وأيضا إنجاز آخر غير إنجاز الكأس هناك في بيدال الوجبة فأيضا هناك في الترمير السيد حمد بن سالم بن جهويل المركز الثالث هناك الشاهنية الشاهنية السيد أحمد بن قانم بن حمودة الظاهري وأيضا من الترمير جابر بن جبال مضمر لهب أيضا متواجد أيضا مع الشاهنية بالمركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع هناك تحضير السيد عبدالله بن هيان الحامري والمركز الخامس هناك التواجد من حدث السيد تيب بن محمد بن زايد الخيارين هذه الخمس المراكز المتقدمة معنا يا الحمد الكريم في هذا الشوط أيضا هناك أسماء لم يحن موعد دخولها الأسماء جميعها قوية وعلى سبيل المثال هناك سلطانة للسيد عبدالهادي بن حوجان الهاجري متوازد أيضا في المراكز المتأخرة نتمنى لها تقدم والتي يضمرها عبدالعزيز بن سالم النعبة المري سلطانة يلا وين سلطانة وين موقع سلطانة نتمنى لها الاقتراب ولكن نعود بما أن الموقف الموقف خطير ونحن نبحث دائما عن المركز الأول وعن المراكز المتقدمة فيا أخوية عبدالعزيز يا بن سالم يا بن نابت يا المري حرك سلطانة خلها تصل إلى عالم التحليق وعالم الإثارة هنا على المراكز الخمسة الأولى هنا لا تزال لهب مع مقدمة هذا الشوط لهب لا تزال لا تزال بالفعل تشع حيوية في هذه اللحظات تشع حيوية لهب وبالفعل تلتهب بهذا المركز لهب للسيد أحمد بن قانم بن حمودة الظاهري ومع المضمر السيد السيد جابر بن جفين المري الذي أيضا يشارك يشارك في تلمير بكرتين في هذا الشوط أي بأنه لديه خطة استراتيجية في هذا الشوط نتمنى لك التوفيق المركز الثاني والانطلاق في هذه اللحظات من تحذير للسيد عبدالله بن هيان العامري تسيطر على المركز الثاني أيضا تبيلها مراقبة تحذير تحذير في هذه اللحظات هي من تسيطر على المركز الثاني المركز الثالث توالد من الشاهنية للسيد محمد بن قانم بن حمودة الظاهري وفي التضمير أيضا جابر بن جفين المري المركز الرابع المركز الرابع هناك أريام أريام للسيد محمد بن قانم بن حمودة الظاهري أيضا في التضمير جابر بن جفين المري الله الله يهو شوط الله الظاهري وبن جفين هنا أيام ما شاء الله على مقدمة هذا الشوط المركز الخامس المركز الخامس هناك عنوين للسيد عبدالله بن هيان العامري تتواجد عنوين أيضا عبدالله بن هيان مشارك ببكرتين ببكرتين أيضا لديه خطة خاصة في هذا الشوط وفي سن الثنايا بالأخص هناك بالفعل تبدأ الخطة في هذه اللحظات الخطة الأولى والانطلاق الأول في هذه اللحظات من تحذير التي بالفعل تطلق صافرة التحذير في هذه اللحظات تحذير للسيد عبدالله بن هيان العامري تنطلق بالمركز الأول تحذير وهي الحائزة أيضا على مراكز أولى كثيرة والمتأهلة في شوط الوثبة وفي الكأس بالأخص كانت قد حلت في المركز الثالث وهنا أيضا تحاول تحاول أن تحقق المركز الأول نتمنى لك التوفيق يا أخويا حفظ الله يا بن هيان يا الحامري ولكن لهب 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 على المركز الثالث في هذه اللحظات للسيد أحمد بن غانم بن حمودة الظاهري ومع المضمر المضمر جابل بن جفين المري بدأت الخطط في هذه اللحظات تكشف عن أوجهها في هذه اللحظات الكيلو مترين الكيلو مترين الكيلو مترين هناك على المركز الثالث وشاهد الشاهنية تنطلق على المركز الثالث والنداء للشاهرين للسيد تالب من جبران المري المركز الرابع المركز الرابع في هذه اللحظات والانطلاق هو التقدم من الهدى 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 من هدى في هذه اللحظات للسيد جار الله بن محمد بن حقيل المري المركز الخامس هناك القدوم من شرف للسيد بن محمد بن زايد الخيارين زايد بن سعيد بن لجبع الخيارين في التطميل أيضا تبيلها مراقبة هذه الخمس المراكز والمتقدمة معنا في هذا الشوط المتقدمة معنا في هذا الشوط ولكن تحذير تحذير في هذه اللحظات تحذير ويساعد الجميع للسيد عبدالله بن هيان الحامري ولكن الهدى الهدى في هذه اللحظات على المركز الثالث الهدى 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 للسيد جلال الله محمد بن عقيل هناك الشهنية على المركز الثالث على المركز الثالث للسيد للسيد سالم من جبران المري المركز الرابع الله سلطانه وصلت يا جماعة سلطان العبد الهادي بالعوجان الهادي عبد العزيز بالسالم النابت المري بالتلمير يلا حرك سلطانه يا أخويا بسعود المركز الخامس هناك الوصول من الشعر للسيد فيصل بن طالب في جسرين المرضي الله يا هشوط ولكن تحذير لا تزال اللحظات الأخيرة اللحظات القوية وعبد الله بن هيان الحامري لا يزال لا يزال ما سيطر ومع سيطرت ومع سيطرت تحذير الله حركها بن هيان حرك حرك تحذير بالفعل حرك تحذير وان طلق التحذير من جديد الله يهو تحذير بالفعل تحذير شديد اللهجة بالفعل تحذير في هذه اللحظات تقدم العرض الجميل والعرض النهائي وجماهير تحذير يا أخي عبد الله يا بن هيان هي العامري يهنئونك على أداء تحذير وأيضا يشكرونك على هذا الأداء لتحذير الأداء لتحذير وهو الأداء المنقطع النظير والأداء أيضا الذي يحتاج إلى تغرير بالفعل يحتاج إلى تغرير مفصل على هذا الأداء الجميل فتهانينا والنموس من كل قلوبنا للسيد عبد الله بن هيان العامري تهانينا والنموس على فوج تحذير في المركز الأول بأقوى أشواط السنة في دول مجلس التعاون فتهاننا والنموس للسعيد عبدالله بن هيان العامري على فال تحديل من المركز الأول المركز الثاني كان من نصيب الشعل الثاني من المشاكل هده السيد دارالة بن حمد بن عزيز من المركز الرابع كان من نصيب أيضا عنوين لعبدالله بن هيان العامري المركز الخامس سلطان سلطانة سلطانة وصلت سلطانة ولا الحقها الله لحقوها عقب بن جبران الشهنية هي من وسط في المركز الخامس تهاننا وانه مسيد تالم بن جبران المري على فوز الشهنية في المركز الخامس تهاننا لجميع الفائزين حظ أو فر لمن لم يحالفهم الحظ هذه هي لحظات وصول تحذير وبالفعل التي بالفعل كانت تحذيرها شديد اللهجة وانتزعت هذا المركز من مكان بعيد في الميدان وحافظت على المركز الثاني وانه مسيد عبدالله بن هيان العامري 13 دقيقة 21 جزء من الثانية هو توقيتها الزمني لمسافة 8 كيلو مترات اما المركز الثاني فكانها من نصيب الشعلة فتاة انه مسيد فيصل بن طالب بن شريم المري على فوز الشعلة في المركز الثاني 13 دقيقة 5 ثواني 53 جزء من الثاني المركز الثالث وصاحبة المركز الثالث الهدى ثاني النموس سيد جل الله بن عقيل المري 13 دقيقة 10 ثواني 90 جزء من الثاني التهاني نوى النموس لجميع الفائزين وهذه ايضا النتيجة النهائية